كما تعلم أنه مثلا إثراء إحنا اللي نسوي دائما يكون أشياء ذي قيمة عالية ورسالة مهمة مو بس لا للوطن العربي والسعوديين بل للعالم أجمع وكان الفيلم بداية أنه إحنا نبغي نوري الطبيعة السعودية العربية بالإنسان وبالإبل والحمد لله وصلنا إلى يعني سوينا يعني فيلم سينمائي يفتخر بيه جميع صراحة وأنا أفتخر أنه اللي جاء اللجنة والناس يعني أصحابي وصحباتي اللي صناع الأفلام هنا معانا في الإفنت اليوم كلهم قدروا المشروع وأعجبهم يعني كل واحد جاني قالوا تستحقوها صراحة وهذا الشيء يعني كان شوية مشاعر فيها أضفها ما كنت باح يتكلم مع أحد صراحة ببداية ولكن الحمد لله هذه البداية وإن شاء الله الباقي أكثر إن شاء الله لمن بدنا نسوي الفيلم هذا أخذنا حوالي ثمانية أو تسعة صناعة فلام سعوديين يعني لسه بدايتهم ما سووا فلام كثيرة دخناهم خليناهم شادو بروغرام يعني ظل مع الناس اللي كانوا شغالين مع مهندس الصوت مع مهندس التصوير فتعلموا في نفس الوقت وإحنا بنصور وبعد سنة ونص من التصوير اللي من فيلم خلص وعرضناه في إثراء جبناهم فرجوا على الفيلم شوية ويصيحوا يعني يعني يقولوا أنا مستحيل هذا هو الفيلم اللي اشتغلنا عليه هذا هو الفيلم فاللي تشتغل عليه والتعب اللي كانوا بيسووه شافوا نتائجه بعدين وكانوا جدا يعني متفاعلين وأظن غيرنا حياتهم الآن والآن خلاص كلهم بيصيروا يعني يكونوا في المجال هذا صوت الأفلام مو لازم يكون مثلا مخرج ولا منتج حتى لو كان مهندس صوت ولا مهندس إضاءة فهذه الأشياء هي يعني لما أشوفها وشوف الناس وانطباعاتهم هذا اللي نحن نسوي في إثراء نحن هذا اللي نسويه